وعندنا شباب اللي هم ما عندهم مشاريع شهادة هذول الآن اللي يحرسون بيوت الله يحرسون المجالس والاجتماعات هذا كل واحد منهم هو مشروع شهادة يعلموا بذلك يعني ما رايح هناك حتى يتنزه وإنما يحتمل بنسبة من النسب أن يصير فد شيء وأنه بالتالي هو يذهب في هذا الركب ركب الشهداء والمضحين ومع ذلك يصرون على الذهاب وبعضهم يتنافسون ويتعاركون أنت البارحة كنت في هذا المكان ما يصير ليلتين خلي ليلة إلك وليلة إلي ما رايح أنت إلى حفلة ولا رايح إلى أعطاء أموال وإنما رايح إلى شيء من الممكن أن تكون فيه شهيدا فهنيئا لهم هذولة أجرهم على الله أنقل إليكم وإليهم حديثا جميلا اللي يبين ثواب هؤلاء جماعة ذهبوا إلى الحج وبعدين رجعوا إلى المدينة مروا على الإمام الصادق عليه السلام واحد من هؤلاء قال يا أبا عبد الله أنا رحت مع هؤلاء الجماعة بس ما توفقت لأنهم بعد ما قضيت الأمور الواجبة كل ما أريد أروح زيارة بيت الله أصلي أتعبد هناك يقول لي لأ أنت خليك مع متاعنا تحرس متاعنا أغراضنا ثيابنا كذا أمورنا لا تسرق لا تأخذ فأنا كنت أبقى فلما خلصنا الموسم ورجعت جدا تأسفت وتندمت أنا جاي إلى هالمكان غيري اللي طاف سبع مرات وعشر مرات عشر طوافات واللي صلى إلى ثلاثين أربعين ركعة في بيت الله الحرام كل ليلة يروح وأنا ما حصلت إلا مقدار الواجب فأجد في نفسي غصة فيها قال كنت تصنع ماذا قال كنت أحرس متاعهم أحفظ متاعهم قال فإن ثوابك يعدل ثوابهم مجتمعين كل واحد حصل ثواب لكن إنت لما أمنت ذهابهم كل واحد رايح وهو مطمئن وهادي وراسه فارغ حسب التعبير يتعبد عبادته وهو مرتاح ويطوف طوافه وهو مرتاح وبعد ليالي ليلة القدر يسوي أعماله وهو مرتاح أنت يا أيها الشاب اللي قاعد تحرس لتتصور نفسك ما حصلت شيء أنت عند الله قد أمنت الوضع لكل هؤلاء لكي يقوموا بالأعمال فأنت شريك في أعمالهم جميعا قد أمنت بسكتيري